طيب، أروح بقى لتفصيلة تانية مهمة جداً ونكون شايفين على الشاشة خبر هعلنه لحضراتكم دلوقتي وهو متعلق بطاقم تحكيم مباراة الأهل وبيراميدز اللي هتتلعب يوم الجمعة بعد بقر طاقم تحكيم أسباني ده خبر خاص وانفراد لبرنامج التريند من خلال مصادرنا وحاولنا نعمل تلفونات كتير عشان نعرف نوصل لأسماء الحكام خلال الحلقة أول ما يوصل للأسماء بالكامل هنعلنها لحضراتكم ولكن تأكدت بنسبة 100% من مصادر رسمية داخل اتحاد الكورة إن طاقم تحكيم مباراة الأهل وبيراميدز هيكون طاقم تحكيم أسباني لإدارة اللقاء يوم الجمعة اللي جاية طبعاً الناس بتقول لي طاقم أسباني هو لسه الطاقم اللي كان بيدير اللي كان هيدير مباراة الأهل والزمالك هو اللي موجود في القاهرة فهيدير المباراة؟ لا تأكدت برضه وسألت لما عرفت أنه طاقم أسباني هان نفس الطاقم؟ قالوا لا ده طاقم تاني الاتحاد الأسباني قدام وفقة على إدارة هذا الطاقم لمباراة يوم الجمعة ما بين الأهل وبيراميدز وعلى مدار الحلقة قبل نهايتها بإذن الله على 6 إلى 10 كده لو جاء لأسماء الطاقم بحكام المباراة بحكام الفار هنعلنهم من خلال برنامج الترند ولكن خبر مهم جداً لحضراتكم الآن وهو خبر خاص لبرنامج الترند طاقم تحكيم أسباني لمباراة الأهل وبيراميدز يوم الجمعة على أستاذ القاهرة الدولي الساعة التاسعة مساءً بإذن الله بإذن الله